بسم الله الرحمن الرحيم طاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنينه إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعينه وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضينه فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنينه وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمينه قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعونه فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمينه أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنينه وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرينه قال فعلتها إذا وأنا من الضالينه ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمينه قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنينه قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولينه قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونينه قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقينه فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرينه قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجئه وأخاه وبعث في المدائن حاشرينه يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعونه لعلنا نتبع السحرة إن كانوهم الغالبينه فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبينه قال نعم وإنكم إذا لمن المقربينه قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقونه فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبونه فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدينه قالوا آمنا برب العالمينه رب موسى وهارون قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعينه قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبونه إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنينه وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعونه فأرسل فرعون في المدائن حاشرينه إن هؤلاء لشرذمة قليلونه وإنهم لنا لغائضونه وإنا لجميع حذرونه فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقينه فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركونه قال كلا إن معي ربي سيهديني فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرينه وأنجينا موسى ومن معه أجمعينه ثم أغرقنا الآخرينه إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنينه وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفينه قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمونه فإنهم عدو لي إلا رب العالمينه الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحينه واجعل لي لسان صدق في الآخرينه واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالينه ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنونه إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقينه وبرزت الجحيم للغاوينه وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوونه وجنود إبليس أجمعونه قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمينه وما أضلنا إلا المجرمونه فما لنا من شافعينه ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنينه إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنينه وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلينه إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمينه فاتقوا الله وأطيعوني قالوا أنؤمن لك وأتباعك الأرزلونه قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنينه إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومينه قال رب إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنينه فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقينه إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنينه وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلينه إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمينه أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارينه فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنينه وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظينه إن هذا إلا قلق الأولينه وما نحن بمعذبينه فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنينه وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلينه إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمينه أتتركون فيما هاهنا آمنينه في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فرهينه فاتقوا الله وأطيعوني ولا تطيعوا أمر المسرفينه الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرينه ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقينه قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمينه فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنينه وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوطن المرسلينه إذ قال لهم أخوهم لوطن ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعينه إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم نطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرونه أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنينه ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرونه ذكرى وما كنا ظالمينه وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولونه فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبينه وأنذر عشيرتك الأقربينه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنينه فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدينه إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبونه والشعراء يتبعهم الغابونه ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلب ينقلبون